كفاني أظل بحضن بلادي ترابا وعشبا وزهرة أهلا بكم في حلقة جديدة من جملتنا الفعلية جملتنا الفعلية النهاردة بتبدأ كما تعودنا وكما نتمنى أن تستمر بأخبار إيجابية تدعو إلى صناعة الأمل لأننا فعلا في معركة كبيرة بين صناع الأمل وتجار الإحباط لكن كما قلنا وكما وضعنا لأنفسنا دستورا أن تكون هذه الصناعة بأخلاقيات أخلاقيات الصدق في المعلومة والصدق في القول وكذلك الصدق في التحليل النهاردة الخبر اللي لفت نظري فيه مجمل وسائل الإعلام المصرية أن فيه 145 ألف شقة لمحدود الدخل في العام الجديد وزي ما قالت صحيفة الأخبار وده تصريح ربما بنضع نصب أعيننا كما قلنا من قبل وحتى تحدثت مع مجموعة من الوزراء في هذا الشأن نحن نقوم برصد كل هذه التصريحات كل وزير بيصرح بحزمة من التصريحات نحن في وسائل الإعلام بنبدأ في تخزين هذه التصريحات ومتبئة تنفيذها بشكل ربما يؤدي في النهاية إلى أن نحن كلنا نشوف بعض لكن وزير الإسكان أعلن 145 ألف شقة لمحدود الدخل وده وفقا لتعليمات وتوجهات السيد الرئيس لأتمنى أن تختفي كلمة وعبارة ودباجة طبقا لتعليمات السيد الرئيس يعني الرئيس بيختار وزراء على الوزراء أن هم يقوموا بواجباتهم دون انتظارا لتعليمات السيد الرئيس وده بذكرني بالدكتور عاطف عبيد رحمة الله عليه عندما قال لقد أمرني الرئيس مبارك أن أقول الصدق أعتقد أن الصدق كان ليس في حاجة إلى تعليمات أو أمر من أي إنسان حتى ولو كان رئيس أو ملك فبالتالي دعواتي إلى كل السادة الوزراء المحترمين أن يقوم كل وزير بمهامه وبدوره وبواجباته دون انتظار لتعليمات السادة الرئيس التي ربما يجب أن يتفرغ لأمور أكثر أهمية من ذلك خبر الثاني أو الرقم الثاني الذي وقفت عنده بشيء من الإجلال والتقدير هو أنه الإسبوع القادم مع بداية العام الجديد ندعو الله ونسأله أن يجعله عام خير وعام رشد وعام استقرار وعام رخاء وعام نماء لمصرنا الحبيب اللهم أمين في الإسبوع القادم الإعلان عن أول ثلاث قرى مصرية خالية من فيروسي هذا الخبر في غاية الأهمية هذا الخبر في غاية التفاؤل ثلاث قرى مصرية قرى من الريف المصري هيتم الإعلان عن خلوهم من فيروسي وكم كنت أتمنى أن يتم الإعلان أيضاً عن أن الريف المصري أصبح بلا أمية متى يتحقق هذا الحلم أن تتحول القرى المصرية إلى قرى متعلمة وأن يختفي وتختفي الأمية من كل ربوع الوطن كم كنت أتمنى أن تقام احتفالية دولية تحت سفح الهرم يتم وداع آخر مواطن يعاني من الأمية ثلاث قرى خالية من فيروسي بشرة خير بشرة خير حقيقية لكل مرضى فيروسي مرضى الفيروسات الكابدية اللعينة اللي الحمد لله قطعنا فيها شوط وانخفض نسبة الإصابة بالفيروس وصل يمكن لأربعة مليون أو أربعة في المئة أو حاجة من هذا القبيل أنا أتصور أنه القادم أفضل إن شاء الله لكن علينا أن نتكاتف ونستمر على قلب رجل واحد الرقم الثالث اللي استوقفني أنه صندوق طحية مصر تحول إلى شركة قبضة شركة قبضة تستهدف تحقيق حزمة من الأهداف الموضوعة وتم وضع رأس مال 2.5 مليار جنيه 2.5 مليار جنيه رأس مال صندوق طحية مصر الذي تحول إلى شركة وكم كنت أتمنى أن يحقق الرئيس طموحاته وأحلامه عن طريق هؤلاء الناس هؤلاء المجموعة هؤلاء المصريين الطيبين اللي هما رجال أعمال اللي كان الرئيس بيعول عليهم أن الصندوق برأس ماله 100 مليار جنيه لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله والرجل فتح الباب وكل من يستشعر أنه مدين لهذا الوطن عليه أن يوفي بهذا الدين كلنا مدينون لهذا الوطن كل من يعيش على تراب مصر مدين لمصر وبالإضافة إلى الدين الطبيعي أنه فيه خطأ وأخطاء ارتكبناها جميعا في حق هذا الوطن ألم يأني لنا وألم يأني لكم أن نستفيق ونسدد هذه الديون ونصحح هذه الأخطاء من أجل هذا الوطن إنا لمنطبقوا الأخبار اللي أنا شايف أن هي أخبار إيجابية بيتبعها ربما حديث الساعة حديث الساعة النهاردة في كوافة وسائل الإعلام هو ما انتهى إليه لاجتماع الحادي عشر الاجتماع الحداشر لمفاوضات صد النهضة الإثيوبي اللي مصر بتخوض فيه حرب مفاوضات مارسون للمفاوضات شارس للغاية كل الصحف بتتحدث كل الصحف بتجتهد كل الناس بتدلت بلوها اللي خايف اللي متطمن اللي مش فاهم اللي مش عارف اللي مش عايز يعرف هو ده المجتمع اللي موجود لكن في النهاية هناك تخمينات كثيرة النهاردة تم وضع النقاط على الحروف وأنا بالأمس تحدثت أنني متفائل لأسباب كثيرة في هذا الموضوع والنهاردة تم التوقيع على اتفاق جديد بشأن النقاط العالقة حول سد النهضة زي ما بتقول صحيفة الشروق وتم الاتفاق في هذا تم التوقيع على هذا الاتفاق اللي تم وضع حزمة من النقاط بتضمن أن الأمور تسير في الإطار السديد زي ما قلنا أنه في حالة من حالات الضبابية حول بناء السد وحول معدلات الإنجاز يعني إحنا بنقول أنه إثيوبيا حولت مجرى النهر وأصبح في مصاره الطبيعي في النيل الأزرق الأثيوبيين قالوا ده الكلام ده موجود من شهر أنتم مش دارينين فإحنا قلنا يا سفارة مصرية في إثيوبيا من فضلك عرفينا والناس الإعلاميين عليهم أنهم يبعثوا مندوبين عشان نقف علاء الحقيقة النهاردة تم الاتفاق في البند الأول من هذه الاتفاقية أو من خارطة الطريق على زيارات ميدانية بالموقع لمتابعة نسبة ومعدلات الأداء والتنفيذ منعا للقيل والقال ونشر الإشعات فيه اجتماع فني يوم 3 أو 4 يناير يعني الإسبوع اللي جاي إن شاء الله فيه اجتماع فني في إثيوبيا في أديس أبابا وبعدين فيه اجتماع في الإسبوع الأول من شهر فبراير اجتماع سوداسي هيتم فيه الاتفاق على المكتب الاستشاري وتوقيع عقد الأعمال الاستشارية في 1 يناير فيه اجتماع أسيوبيا أقرت ياب تحترم كل الدراسات الفنية النتيجة عن هذه الموضوعات والأهم ما فيه ما تم الاتفاق عليه اليوم تم الموافقة على رأي مصر في استبدال المكتب الهولندي بمكتب آخر فرنسي له سمعة دولية طيبة في مجال السدود يعني بعد الهيصة دي كلها تم الموافقة على رأي مصر بتقول أنا عايزة مكتب فرنسي كذا والسيرة الزاتية لهذا المكتب معروفة أسيوبيا النهاردة والسودان وفقتا على رأي مصر وتم استبدال المكتب الهولندي بمكتب فرنسي آخر وفي الفقرة الأخيرة أسيوبيا والسودان بتجدد ومصر بيجددوا التلت دول التزامهم بوثيقة المبادئ باتفاق المبادئ اللي موقعه بين الرأساء السلاسة في مارس 2015 إذن القضية وضعت في نصابها من جديد لكن الصحافة بتاعت بكرة بتتحدث بتقول البوابة بتقول توقيع وثيقة الخرطوم وسوداسي جديد في فبراير مفاوضات سد النهضة مصر تصر أثيوبيا ترفض وربنا يسطر ربنا يسطر في كل أحوال لكن دائماً المشاغبات الصحفية تطفي نوع من السخونة في الأداء عشان الناس تقرأ لكن قضية سد النهضة قضية لا تحتاج إلى اجتهاد وإنما قضية تحتاج إلى دقة في نقل الخبر منعاً للقيل والقار صحيفة الوطن قالت في صحافة بكرة برضو فيما يخص الموضوع إنقاذ مفاوضات سد النهضة بوثيقة المبادئ وثيقة المبادئ بتقول مصر يعني نسير بخطأ ثابتة وإثيوبيا بتقول أنجزنا يعني إنجازات مقبولة والسودان بتقول إن شاء الله هنوقع على اتفاقية تضمن استمرار الأمور في نصبها في اليوم السابع وثيقة الخرطوم حل مؤقت لخلافات سد النهضة وفي روزا اليوسف مصر والسودان وأثيوبيا يوقعون وثيقة الخرطوم لحل الخلافات سد النهضة العالقة إذن يعني هذا أهم ما قيل في صحافة الغد حول هذا الموضوع وفي نفس الوقت الأمور بدأت تتضح روايدا روايدا أننا نسير في الطريق السليم ندعو الله أيضا أن يشهد عام 2016 إنهاء ونهو هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الشعب المصري العظيم والدولة المصرية الصادقة المخلصة التي تبزل قصارى جهدها من خلال كافة الأجهزة للوصول إلى حل وهذا الحل نحتاجه في هذا المربع في هذا التوقيت في الإمكانيات الحالية بعيدا عن أي خيارات أخرى لا قدر الله نحن في وقت عصيب لكن دايما وزي ما بقول إنه التفاؤل مبعثه معلومات الموضوع في أيدي الأمينة ثقوا في الإدارة المصرية الحالية فيما يخص مفاوضات سد النهضة وليس كل ما يعرف يقال من هذه الأخبار وحزبة الأخبار التي أراها إيجابية وتبني وتدفع بطاقة إيجابية وتصب في نهر الأمل اللي احنا بنحاول أن نحفره في جو صخري صعب للغاية احنا بنحاول أن نحفر بشكل فأس نحفر بها في نهر الأمل لكن هناك صخور وهناك عقبات وهناك مطبات وهناك مرتزقة وهناك من يحاول أن يعكل الصفر لا علينا بهم علينا أن ننتبه وننظر إلى الإمانة النهاردة وزارة الداخلية أعلنت ملف اسمه حصاب الجهود الأمنية خلال عام 2015 في الحقيقة يعني هذا الملف مطلوب ويريد كل وزارة وكل مؤسسة تطلع حصاب زي اللي عملته وزارة الداخلية النهاردة قبل ما تكلم على مضمون هذا الحصاب وملاحظاتي أو البيانات اللي وردها فيه لفت نظري النهاردة في جريدة المصر اليوم في المصر اليوم النهاردة كان المنشط الرئيسي حاجة خوف كده المصر اليوم تفتح ملف الاختفاء القصري ده منشط كبير في المصر اليوم وفي الجنب حتة صغيرة كده الداخلية وحصاب 2015 300 وكم شهيد وكذا يعني الفكرة ان انا يعني انا بسأل والله انا ما عنديش حاجة بين السطور بس ازاي المنشط الكبير بيقول الاختفاء القصري وهنفتح هبقى هنفضح الدنيا وفي نفس الوقت اللي 316 شهيد وانجازات محطوطة على جنب ده نوع من سياسة تحريرية ما بتدخلش فيها لكن علي ان اسأل واتمنى ان يكون هناك اجابة لماذا هل هناك توجه معين هل المقصود ان يعني اصل برسالة الى القارئ في كل الاحوال ان احنا بنشوف وهنشوف لكن في الداخل في الملف اللي المصر اليوم قالت عليه الاستاذ ناصر امين اللي هو مدير مكتب شكاوى القومي لحقوق الانسان قال النهاردة في المصر اليوم الامم المتحدة اعتمدت 13 حالة اختفاء قصري ب25 يناير يعني في اثناء 25 يناير الامم المتحدة اعتمدت 13 حالة اختفاء قصري طيب مين اللي خطف مين ومين اللي اتخطف ده اثناء 25 يناير يعني الداخلية اللي انهارت تماما وتبخرت في 28 يناير الاخ ناصر امين عايز يحمل الدولة الاختفاء القصري ب13 اللي اعتمدتهم الامم المتحدة ما عرفش مين اللي خطفهم الاخوان اللي خطفوهم ولا جهزة استخبارات خطفتهم انا ما عرفش لكن هروح لي بيقول ناصر امين حقوق الانسان الان اكتر سوءا من حكمه مبارك على مدار 30 سنة ده الاخ ناصر امين بيقول كمان التعذيب في مصر ليس حالة فردية ويجب محاسبة المتورطين فيه وكمان تطهير الاجهزة الامنية ده ناصر امين اللي هو مدير مكتب شكاوى القومي لحقوق الانسان المفاجأة اللي يعني كنت فيها امامها في حالة زهول ودهشة ده راجل في المجلس القومي لحقوق الانسان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان محمد فايق اللي هو رئيس المجلس نفسه رئيس ناصر امين عامل بكرة حوار في جارية الوطن بيقول ايه؟ بيقول لا يوجد تعذيب ممنهج وحملة الاختفاء القصري هدفها تشويه مصر بالخارج يبقى ناصر امين بيقول التعذيب في مصر ليس حالة فردية ويجب محاسبة المطاردين فيه وتطهير الاجهزة رئيسه في نفس المركز في نفس الجهة بيقول لا يوجد تعذيب ممنهج وحملة اختفاء القصري هدفها تشويه مصر بالخارج وبيقول الراجل انه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمست فيه حرصه على اعلاء الديمقراطية ومحاسبة المخطئ في اي مؤسسة انا السؤال اصدق من؟ ناصر امين ولا اسدق محمد فايق؟ ده السؤال اللي بيفرض نفسه عملية التطهير اللي بيتكلم عليها الاخ ناصر امين خلت الاستاذ حمدين صباحي بيقول ويطالب بتطهير الشرطة بعد مقتل شاب بكفر الشيخ زي ما قال جورنال مصر يعني ناصر امين استخدم لفظ تطهير الاجهزة وبالمصطفة البحتة البريئة ان حمدين صباحي استخدم نفس التعبير بعد مقتل شاب بكفر الشيخ بيقول عايزين نطهر الشرطة معلوماتي ايضا وربما اكون مخطئ ان شاب بكفر الشيخ كان شاب راكب متسكل في مدينة المحلة ومعاه اتنين زميل وراجبين على نفس المتسكل في كمين رفضوا يقفوا للكمين الكمين وقفهم رفضوا يقفوا الكمين تخيل انه واحد راكب متسكل والكمين حاول يوقفه رفض ومشي ومتسكل كيف يتم التعامل معه تم التعامل معه وقتل الشاب المصري هل هو بريء هل هو مدان هل كان خايف هل كان معاه مثلا قرص رمضان وخاف هل ما كانش مع حاجة وشاب خايف وشاب بسيط الله اعلم لكن الرواية كما وصلت ليست من الداخلية وانما من مصادر اخرى ان الشاب رفض استيقافه في كمين في مدينة المحلة فاضطر الاحد ضباط القوة اللي في الكمين اطلاق النار عليه ده كله للتحقيقات النيابة مش شغلتي ومش شغلة حد ولا شغلة حمدين لكن ما ينفحش اخفز على كل التفاصيل واقول مطلوب تطهير في الداخلية يعني احنا بكلنا عايزين تطهير في كل مؤسسات الدولة على فكرة حمدين انت عايز تطهير في حزبك ان كان عندك حزب وعايزين تطهير في افكارك ان كان عندك حدك افكار احنا محتاجين كلنا تطهير انفسنا وتطهير سيابنا قبل ما اطلب من الاخرين ابدأ بنفسي لكن في كل الاحوال انا اشتم رائحة ربط بين كلام ناصر امين وكلام حمدين صباحي وكلام الاخ اللي موجود في تغريدات في مستودع التغريدات محمد البردعي وهلوم مجرة كلهم بيغردوا بنفس الطريقة في هذا التوقيت لشيء ما رد عليه الراجل المحترم محمد ساي ويقول الكلام ده هدفه تشويه صورة مصر بالخارج فاصل ونعود النهاردة في الحصاد اعلنت وزارة الداخلية انه الشهداء بلغ 138 شهيد منهم 30 ضابط 30 ضابط شرطة تم استيادهم من الارهابيين وعندي 2 موظفين وعندي 36 مجندين وعندي 8 خفراء وعندي 62 فرد شرطة ده عام 2015 138 ضابط شرطة اه انا بس بفكر الاستاذ حمدين بقول له كام واحد من 138 اه تم استياده في كمين وكان الجاني راكب برضو متسك الاسلاحة الالية والتفجيرات والقنابل المحمولة يعني انا بفكر حضرتك بس لانه يبدو ان حضرك زاكرتك ضعيفة يا استاذ حمدين ان انت بتطالب بالتطهير انا احمل اكثر منك معلومات وعن خروقات لكثير من الحالات لكن زي ما بقول هي حالات فرضية زي كل مكان وانا بتكلم بقول الداخلية فيه غلطة وفيه ظابط عند في الإعلام فيه غلطة وفيه إعلامي عندك في الأحزاب فيه كذا في كل مكان يعني مش عايز احنا مجتمع تقريبا كلنا بنحمل نفس الأخطاء وبنحمل نفس المعدلات الأخطاء في الأداء فبالتالي مش عايزين نزاد على بعض لكن 138 واحد 30 ضابط يا أخي تخيل يا أستاذ حمدين ان واحد من الضباط 30 اللي ماتوا أو واحد من 138 مواطن مصري في الداخلية ماتوا وتم استيادهم وتم استشهادهم تخيلوا انه ابن حضرتك يعني أعتقد أنك أنا هيبقى رأيك مختلف أنا أعتقد أنه الناس اللي بيتكلموا على الشرطة وتطير الشرطة أنا أحمل ملاحظات كثيرة على الشرطة أكثر من حضرتك لكن في كل الأحوال احنا عايزين نكون منصفين ونحن نتحدث عندي التقرير الأمن العام بيقول أن فيه عندي 77 قضية اختصاب عندي 1184 قضية قتل عمد عندي 700 قضية سرقة بالإكراه عندي 133 قضية هاتك عرض دي المعلومات اللي جات من وزارة الداخلية الأموال العامة عندي 191 قضية اختلاس 322 قضية اتجار بالنقد والتهريب 198 قضية رشوة عندي 53 أو 52 قضية غسيل أموال عندي 65 قضية كسب غير مشروع عندي 258 قضية تزوير وتزييف ده يعني أنا أتصور أنه ما قيل في الداخلية الآن ربما بيعكس فيما يعكس أنه في شغل في شغل واضح في خلافات في خروقات في أخطاء آه في موجود واللي يقول لك كده يبقى كذاب يبقى مش فاهم هل في ضباط بيتجاوز آه في ناس أنا قلت قبل كده كام واحد بتحول النيابة وكام واحد في السجن كام واحد أخطأ وفي ناس عزبت مواطنين وفي ناس موجود هذا الكلام لكن أنا ما أخدش نصف الكوب الممتلئ أو الفاضي وأشتغل لا خلينا أبص بالصورة كاملة عندي 138 واحد ما وعندي كام مواطن ما وعندي كام إرهابي عمل كذا والأسباب والملابسات خلينا نبقى منصفين وخلينا نبقى فعلا من خاف على بلد نبر آه قضية الشرطة وقضية أداء الشرطة وقضية الداخلية والتعاطي مع الداخلية وكل واحد بيحصل حاجة بينظر أنا نفسي أقرى مرة تغريدة ليه؟ محمد البردعي أو علاء الأسواني أو مصطفى النجار أو حمزاوي عمرة حمزاوي أو أي من هؤلاء أو حمدين صباح نفسي أقرى مرة واحد فيهم بيتكلم بحرقة على ضابط بيقتل سواء شرطة أو جيش نفس حد فيهم يطلع يتكلم على مواطن حصلوا مشكلة ومتيجي أسألكوا سؤال تاني هي فين حقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين هو الأخ ناصر أمين والمجلس القومي لحقوق الإنسان فقط بيتكلم على الحقوق السياسية والجنائية مفيش حقوق اقتصادية حقوق التعليم حقوق الصحة متروحوا تشوفوا الناس اللي عاديين في قصر العيني والناس اللي في معهد الأورام والناس اللي في معهد الكبد والناس اللي في كذا وكذا فهم دول مش مصريين ولا احنا بس بنركز على ما يطلب مني أركز فيه من المنظمات الدولية على فكرة الصورة واضحة وبلاش مزايدة لأنه مصر مش مستحملة تاني مصر مش نقصة وتحذير متكرر مني لكل هؤلاء الشعب المصري بدأ يكفر بكم من الداخلية ومن تقرير إلى البرلمان والبرلمان وحتى ينعقد البرلمان جميعنا ننظر ماذا يحدث نتابع نراقب نحلل نستغرب نندهش مما يجري من قارة البرلمان ومن أعضاء البرلمان وما بين أناس جادين بشكل رهيم ويحملون هموم الوطن وما بين لاعبون بين لاعبين لاهين متطلعين إلى الكرسي إلى المناصب احنا شايفين الحلو وشايفين الوحش زي ما بنعلق الوحش بنعلق الحلو لكن في كل أحوال هناك عقلاء المجلس متى ينعقد نتابع أداء المجلس ونتمنى أن يكون مجلساً على مستوى المسئولية بما فيه من أشخاص على قدر المسئولية هناك أناس بيتعلموا هيتعلموا هيندمجوا في ناس داخلين لتحقيق مصالح أكيد هينكشفوا زي ما نكشفوا قبل كده النهاردة عندي الدكتور عماد جاد عامل حوار في جريدة الوطن بيقول عماد جاد كلام غريب وكلام يعني لابد أن نحن نقف عنده هناك محاولات التحرش بداخل المصرين الأحرار دعمات جاد بيتكلم على حزب المصرين الأحرار بيقول فيه محاولات للتحرش بي من حزب المصرين الأحرار وانتخابات رئاسة الحزب مصرحية كوميدية لن أمنحها الشرعية عشان هي مصرحية كوميدية أنا هخرج ومش راجع لحزب المصرين الأحرار مش هديهم الوطنية مش هديهم الشرعية مش هخليهم يستخدموني أنا لا أستخدم ده كلام الدكتور عماد جاد في حواره الهام والخطير في جريدة الوطن أنا بقول للدكتور عماد جاد والنبي يا دكتور عماد هستحلفك بالله هستحلفك بالوطن بلاش بكرة نقبل رؤوس بعض وننسى الكلام ده اللي انت قلتوا النهاردة إن حزب المصرين الأحرار فيه مصرحية كوميدية مش عايز بكرة يبقى فيه مصالحة وترجع يا دكتور عماد ونعمل زي الرجال اللي تصلحوا وتصوروا اللي هددوا إنه هم هيفضحوا ويفجروا خنابل وفجأة بسوا رؤوس بعض وخلاص تحرق مصر مش فرق معهم مصر إحنا كويسين مع بعض كفاية فضحنا بعض الجزء ده واتبلاش عشان الفضايح ما تزيتش ونتصالح أنا أحترم كل من عنده مبدأ وأحترم الثابتين على مبادئهم حتى ولو كنت مختلف معهم في توجهات يعني زي ما انت عايز خليك زي ما انت عايز رحمة الله عليه الأستاذ عبدالله كمال كنت أختلف على طرفه النقيد مع أراءه وأفكاره لكنه كان ثابتا على رأيه لم يتغير لم يتلون عبدالله كمال أنا أذكر هذا أنا بقول الأستاذ هيكل يعني الأستاذ هيكل اللي أقصده اللي هو مش 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 محمد حسين هيكل أستاذ أسامة هيكل اللي هو وزير الإعلام السابق وكان عضو في حب مصر ودلوقتي هو بيتحدث ربما باسم تكتل دعم الدولة المصرية بيقول عدل منصور محترم شكرين ورئاسة البرلمان بتحتاج لنوع من قلة الأدم زي ما قالت جريدة الشروق أنا أنا مش عارب على عهرة الشروق والشروق دي اللي ماسكها الأستاذ عماد الدين حسين ده رجل محترم والشروق دائما ما يعني تلتزم المهنية الوزير السابق أسامة هيكل بيقول أنه البرلمان بيحتاج لنوع من قلة الأدم وأنا بختلف مع حضرتك جملة وتفصيلا وأعتقد أنه لو كان الوزير السابق هيكل قال هذا التصريح فهو مقطع وأعتقد أنه بيحتاج إلى تصهيح وتصويب واعتذار لأنه رئيس البرلمان المصري مع كامل احترامي لرأي حضرتك بيحتاج إلى إنسان متمرس متمكن لديه خلفية قانونية ودستورية وقو الشخصية هناك فارق بين قوة الشخصية وبين قلة الأدم أنا أعترض وأعتقد أن هذا لا يسعد المصريين ولا يسعد حضرتك معالي الوزير السادق أسامة هيكل اللي أتذكر لحضرتك كلمة وجهتها للمستشار تهاني الجبالي آلية هاني عايزين يا معالي وزير الإعلام السابق نحاول أن نعلم أبنائنا أن هناك ثقافة سياسية يعني محترمة إلى حد كبير إن كان قال هذا معالي وزير فأعتقد أنه يعني جانبه الصواب وأتمنى ألا يكون قد قالها البرلمان في انتظار دعوة الرئيس للانعقاد بعد أربعة أسابيع من انتهاء الانتخابات زي ما بتقول صحيف الشروق واحدة ست نائبة برلمانية بتقول مصر ليس بها مشكلة بطالة على عهد جديدة الوطن وبقول للأخت العزيزة البرلمانية اللي نجحت في الانتخابات بصوت الشعب والله لو أبناء دائرتك أروا هذا التصريح أو سمعوا منك لا يعمل لك عملت خلع سياسي أنت تستحقين الخلع السياسي والبرلماني عيب لما أقول مصر ما فاش بطالة يعني ده ما فيش دولة في العالم ما فاش بطالة ولازم نعمل تدريب للتصريحات السياسية للسادة النواب عندي فتنة جديدة بتطل علينا وإحنا اللي بنصنعها زي الفتن الكريمة تعليقة لكده النهاردة عندي فتنة اتحاد الطلاب بتصل إلى درجة غير محتملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حل اتحاد الطلاب يؤدي لمزيد من الفوضى بالجامعة وتؤكد دون سند قانوني عمر حمزاوي ده الكلام ده خلى عمر حمزاوي يقول تصفيت اتحاد طلاب مصر وحبس شباب 6 إبريل انتهاك للحريات الأخ محمد أبو الغار مهزلت إلغاء الانتخابات طلاب الجامعة زي ما بتقول المصر اليوم ومصطفى المجار قال من ينقلب على إرادة طلاب مصر زي ما بتقول مصر اليوم وخلى زميلنا عماد الدين حسين يقول في الشروق هذا القرار الأخرق هذا القرار الأخرق يعني أنا تعليقي على ما جرى أن أننا نفتقد إلى وزير له حس سياسي نفتقد لوزير له حس سياسي أدى بنا إلى هذه الفتنة في نهاية الحلقة مقال عباس الترابيلي النهاردة في المصر اليوم بيقول كلام كتير شغل ما فيش كلنا بنتكلم كلنا بنتكلم كلنا بنتكلم لكن الشغل ما فيش شغل ده خلى رسام الكاريكاتير الفنان عمر فاهمي في الأخبار يقول أنه ياريتك بهن يقول أنه الكلام اللي بيطلع من المسؤولين بنسمعه بقنا سنين بقنا عشرة خمستاشر عشرين سنة بنسمع لهذا الكلام يعني يعني كلام معبر للغاية عندي فيه عبارة كانت صادما بارح لا حوار مع المرتزقة ولا حوار مع الفارين المعركة لم تبدأ بعد ده كان علي عبدالله صالح أمام اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه وعلي عبدالله صالح قال أنه المعركة لم تبدأ بعد في اليمن أنا أتصور أنه الوضع في اليمن بعد هذا التصريح سوف ينقلب رأسا على العقب علي عبدالله صالح معه الجيش القديم معه الأستاحة القديمة إذنه مقيم في الإمارات العربية المتحدة أنا أتصور أن هناك انقلاب سوف يحدث في اليمن بعد تصريحات علي عبدالله صالح في صحافة الغد بيتحدثوا عن اليوم على بكرة إن شاء الله الرئيس سيطلق إشارة البدء لمشروع المليون ونصف فدان زي ما بتقول روزا ليوسف والبوابة بتقول السيسي إذا وعد الرئيس بيطلق إشارة البدء لمشروع المليون ونصف فدان في الفرفرة مبروك للشعب المصري الوصول إلى محطة بداية مشروع زراعة مليون ونصف فدان وإن شاء الله يكون فألة حسن وبداية لعام جديد أدعو الله أن يسلم وأن يجعل هذا الوطن يعيش في رخاء وأن يجعل صناع الأمل ينتصرون على صناع الأحباط وتجارهم أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله